السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم يا أصدقائي كيف حالكم هذا الفيديو هو الدرس الأول من مدينة بوك ثري الجزء الثاني لنبدأ تأمل ما يلي learn the following إِنَّ إِنَّهُ 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 إِنَّهَ إِنَّهَ إِنَّهُ 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 إِنِّي إِنَّ If we add هُم it will be إِنَّهُم إِنَّ هُنَّ إِنَّهُنَّ إِنَّ أَنْتُم إِنَّكُم إِنَّ أَنْتُنَّ إِنَّكُنَّ إِنَّ نَحْنُ إِنَّنَا or إِنَّ So إِنَّ أدخل إنا على الجمل الآتية Rewrite the following sentence Using إنا هو تاجر He is a merchant هو تاجر Let's add إنا We'll say إنه إنه تاجر أنا طالب I'm a student Let's add إنا to the sentence It will be إنني طالب or إني طالب هم من اليابان They are from Japan هم من اليابان Let's add إنا It will be إنهم إنهم من اليابان إنهم من اليابان أنتم أذكياء All of you are smart Let's add إنا It will be إنكم إنكم أذكياء هي متزوجة She is married Let's add إنا It will be إنها متزوجة إنها متزوجة نحن مسلمون We are Muslims نحن مسلمون Let's add إننا إننا مسلمون All of you are intelligent Let's add إننا إنكم إنكم متزوجات هن مسلمات هن مسلمات إنهن مسلمات أنت رجل غني You are a rich man إنك إنك رجل غني أنت ذكية أنت ذكية أنت You For singular female You أنت ذكية فل ب إنك ذكية إنك ذكية اقرأ الأمثلة الآتية Read The following Examples المدرس جديد إن المدرس جديد فاطمة طبيبة إن فاطمة طبيبة حامد متزوج إن حامدا متزوج المدرس جديد فاطمة طبيبة حامد متزوج These are nominal sentences When we add إن to the nominal sentence Let's see المدرس here is متدأ In nominative case So if you add إن it will be اسم إن إن المدرس In acoustic case In acoustic case المدرس In nominative case When we add إن it will be in acoustic case المدرس جديد إن المدرس جديد Same فاطمة طبيبة Let's add إن تلبي إن فاطمة طبيبة إن فاطمة طبيبة حامد متزوج إن حامدا So حامدا أفطر إن اسم إن إن حامدا متزوج المدرس جديد The stitcher is new فاطمة طبيبة فاطمة is a doctor حامد متزوج حامد is married أدخل إن أدخل إن على الجمل الآتية على الجمل الآتية واضبط أواخر الكلمات Re-ride the following sentence Using إن Let's see what will happen when we add إن السيارة جميلة This is مبتدأ in nominative case و جميلة الخبر also in nominative case When we add إن when we add إن it will be إن السيارة So السيارة اسم إن in acoustic case and جميلة خبر إن in nominative case This is what happen when we add إن Let's add إن to this sentence الدرس صعب الدرس صعب Let's add إن 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 الدرس صعب إن الدرس صعب الدرس اسم إن صعب خبر إن الدرس اسم إن كست كيس الدرس وصعب خبر إن إن من نتف كيس صعب السيارة جميلة إن السيارة جميلة إن السيارة جميلة السيارة اسم إن وجميلة خبر إن القرآن صلى الله عليه وسلم رسول الله إن محمدا رسول الله رسول الله محمد اسم إنه in a cumulative case ورسول is خبر إنه in a cumulative case آمنة طالبة إن آمنة طالبة إن آمنة طالبة اللغة العربية سهلة Arabic language is easy let's add إنه إن اللغة اسم إنه العربية سهلة سهلة إن اللغة العربية سهلة اللغة is اسم إنه وسهلة is خبر إنه اللغة in a cumulative case اسم إنه وسهلة in a cumulative case خبر إنه إن هذه الساعة غالية إن هذه الساعة غالية هذه is اسم إنه وغالية is خبر إنه بلال بلال غبي إن بلالا غبي إن بلالا غبي بلالا is اسم إنه وغبي is خبر إنه بلالا اسم إنه in a cumulative case غبي خبر إنه in a cumulative case المدير في الفصل إن المدير في الفصل إن المدير في الفصل الماء بارد إن الماء بارد that is happening when we add إنه المبتدأ convert to be اسم إنه in a cumulative case thank you for watching until the next video like subscribe and share my Arabic journey with محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء يا أصدقائي مع السلامة